حفتر كما الأسد يذهب إلى الروس لإجراء لقاء أشبه بالمقابلة وهذه المرة كانت المقابلة إنجاز وصفها عبر دائرة دلفزيونية مغلقة ليس إلا والمقابلة ليست على البر وإنما في عرض البحر المتوسط على حاملة الطائرات كوزنيتسوف نفسها التي كانت ترابض قبالة السواحل السورية في طريق حاملة الطائرات إلى موسكو استدعي حفتر على عجل للقاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو لبحث ما أسمته وزارة الدفاع الروسية بمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط روسيا التي تدعي ذلك لا تجد إلا الدكتاتورية لوضع موطئ قدم في هذه الدولة أو تلك فبعد أن نحاها النيتو عن الدور الذي تقوم فيه في ليبيا عام 2011 ها هي تستغل الفراغ الأمريكي الذي تركه الرئيس الراحل بعد أيام باراك أوباما لتجد ضالتها في شخص حفتر الذي مزق البلاد بين شرق وغرب حفتر استقبل على متن حاملة الطائرات ونقلت وكالة الإعلام الروسية أن ضباط الحاملة أخذوه في جولة فيها ثم تحدث مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أما عن شحنة الأدويات التي قدمتها موسكو لقوات حفتر والمدنيين يبدو أنها تشبه الصواريخ التي تلقيها على رأس السوريين ولا تعد عن كونها استهلاكا إعلاميا